اهلا بك نهارتوني وحلقاتنا النهاردة من قناة ياسمينتي اليوتيوب النهاردة متابعة لما يحدث في قضية الراحل هيسم احمد زكي هنشوف كلمات زوج امه المؤسرة التي ينعي بها الراحل هيسم احمد زكي وكمان كلمات انجي خطبته المؤسرة واخر مكلمة تلفونية ما بين الفنان هيسم احمد زكي وما بين انجي تابعوا معي الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك وشيرو وسبسكرايب لقناتي تعالوا مع بعض نشوف اخر التطورات كتبت انجي سلامة في منشورها قائلة هيسم كان اخر حاجة قالها معي على التلفون لا اله الا الله واستغفر الله وقال لي اقولي الحمد لله ما تشيلنيش همك كما تابعت خطيبة هيسم احمد زكي في منشورها قائلة شكرا لكل الناس اللي بتكلمني واسف اني مش برد بس اللي عايزله وعايزلي الخير بجد سعدوني اعمله صدقة جرية دي اقل حاجة اقدر اعملها له كما اضافت خطيبة هيسم احمد زكي قائلة ادعوله هو كتير يستاهل كل حاجة حلوه وحب الناس اللي انا شايفها ده وكم الدعوات والصدقات علشان هو فعلا اطيب قلب كما اكملت قائلة ادعولي من قلبكم ربنا يصبرن ويجمعن بيه في الجنة ويسكنوا في الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب وكانت التحقيقات قد اكدت ان وفاة الفنان هيسم احمد زكي كانت طبيعية بسبب هبوط حد في الدورة الدموية عقب شعوره بالمغس والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات حرص عدد كبير من الفنانين لحضور صلاة الجنازة من بينهم نهد السباع ودين الشربيني واحمد السقى والدكتور اشرف زكي وفاة عامر وعدد اخر من الفنانين كما كشف عز الدين بركات زوج الفنانة راحلة هالة فؤاد ووالد رامي شقيق الفنان هيسم احمد زكي تفاصيل مهمة في حياة الفنان الراحل هيسم احمد زكي حكم واقف طريفة له في الصغر واكد ان هيسم عاش معه هو والدته وشقيقه الوحيد رامي لسنوات طويلة بعد وفاة والدته وظل مع جدته من الامة التي كانت تعيش معه هي الاخرى كما اضاف اثناء استضافاته ببرنامج اسرار النجوم مع الاعلامية انجي علي ان هيسم في طفولته كان شقيا وتخرج من كلية التجارة اشار زوج الفنانة راحلة هالة فؤاد الان هيسم اتجه للتمثيل بعد وفاة والده الفنان الراحل احمد زكي كاشفا ان هيسم لم يتوقع ان يكون ممثلا في مرحلة الطفولة كما اضح ان هيسم كانت له مواقف طريفة في الصغر منها كان بيكسر كل حاجة في ايده ثم دخل في حالة من البكاء شديد على الهواء وذلك بسبب وفاة الراحل هيسم احمد زكي كما قال ان العلاقة بين هيسم احمد زكي ونجله هرامي كانت قوية لابعض درجة موضحا ان الاثنين ملهمش غير بعض اضاف زوج الفنانة راحلة هالة فؤاد خلال المدخلة مع الاعلامية انجي علي ان الراحل هيسم احمد زكي اكبر من نجله بست سنوات كما اكد عز الدين بركات ان الفنان الراحل هيسم احمد زكي كان حنون جدا على شقيقه بشكل كبير واهداه هاتفا محمولا اثناء زيارته لمصر مؤكدا ان شقيقه رامي لم يتوقع المفاجأة التي ادخلت السرور على قلبه قائلا انا المفروض لا جب لك هدية كما اكمل ان الشقيقان كان على تواصل دائم سيلة السنوات الماضية سواء تلفونيا او شخصيا الى ان انشغل الراحل خلال الشهر الاخير جعل التواصل قليلا في هذه المدة فقط كما اعرب عز الدين بركات على عدم تصديقه لهذا الامر الذي صدمه صدمة شديدة اضاف خلال مدخلة هاتفية في برنامج اسرار النجوم مع انجي علي انه استيقظ في الساعة الثانية فجرا بتوقيت لندن وهو قلق من تلك الشئاء لان اصحابه كانوا قلوله ان فيه شئة ثلاث ان توفى الفنان هيسم احمد زكي حاول التواصل مع هيسم لكن لم يكن هناك رد على موبايله مضيفا كان دو حوالي الساعة الرابعة في مصر ولا اعرف احد اخر التواصل معه لكن استطعنا توصل للفنان اشرف زكي نقب المهن التمثيلية اللي اخبره بان الخبر فعلا حقيق وهو كارثة بكل المقاييس وسعقة وبيقول كمان ان رامي ابني مش قادر يتكلم وبيبكي بشدة وعلاقته بايسم كانت كويسة جدا وكانوا استند لبعض ولا يمكن وصف هذا الانسان الجميل زي الخلق الرفيع ويتذكر دائما مواقفهم المضحكة مع بعض حتى الاوقات الصعبة اللي عشوها مع وفاة والدته كانت ذكرياتهم جميلة وبيقول كمان كانت الحياة سهلة ولم يكن فيه شد وجذب بنا والدته كمان كانت ملاكي وقصت بها الفنانة هالة فؤاد الذي كان يطلق عليها عز الدين بركات بسكوتة وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهاردة قبل ما مشي واسبه بقول لكم ما تنسوش اللايك وشير وسبترايب لقناة ياسمينة اليوتيوب علشان يوصلكم اي خبر جديد من اخبار المجتمع والاخبار الفنية الى اللقاء وانتظروني في حلقة اخرى ان شاء الله من قناة ياسمينة اليوتيوب